اشتركوا في القناة تحت الفيديو لحتى تشوف اراءكم واسمع رأيكم بالوصفة فخليكم معي لنهاية الفيديو لنشوف تفاصيل الوصفة الطيبة وطريقة التحضير خلينا نبدأ بالمقادير مقادير لليوم عندي رح استخدم مكوينات ممكن تلاقوها باي ستور عندي هون كوبين زائد معلقتين كبار من طحين اللوز ثلاث بيضات عليهم معلقة صغيرة من الفانيلا ضفت لهم ربع معلقة صغيرة من نكهة اللوز حسب الرغبة عندي هون ربع كوب من الزبدة المذابة عندي هون نصف كوب من السكر استخدمت السكر أي سكر دايت موجود عندك هذا السكر ما بيحل كتير رح استخدم معلقة ونصف من الباكين باودر ورح استخدم تقريبا نصف كوب من الجبن الكريمية اللي هي فلد الفي كريم شيتز تكون بدأ بحرارة الغرفة فهاي هي مكوناتي لليوم إذا انتوا حابينوا تضيفوا أي نكهة برش ليمون ليمون بتقدروا تضيفوا أو تستخدموا النكهات اللي انتوا حابينها أول شي رح نبلش ننزل بالجبن الكريمية طبعا ضروري تكون بدرجة حرارة القوضة لحتى ما اتغلبك بالشغل تقريبا نصف كوب تقريبا نصف كوب هلا بنزل عليهم نصف كوب من السكر الدايت طبعا هادو السكر ما كتير بيحلي إذا انت مستخدم الستيفيا بتقدر تستخدمي زرفين من سكر استيفيا حنا نزل ربع كوب من الزبدة ورح اخلط هاي المكونات مع بعض لتصير مثل خليط كريمي مجرد ما اختلطت المقادير حسيتي انو حبيبات السكر عندك دابته شوي حنبلش ننزل البيض مع الفانيلا حضيف ثلاث حبات من البيض ويفضل تكونوا بدرجة حرارة الغرفة هلا رأحكي شغلة بالنسبة لطحين اللوز مش ناس كتير بيقدروا يلاقوا طحين اللوز تقدروا تجيبوا اللوز الني تحطوه بالفرن بس شوي طبعا مقشر وتطحنوه على محضرة الطعام او مطحنت بتطحنو ناعم بهذا الشكل وبصير عندك طحين اللوز ممتاز فهلا رح انزل كوبين وزائد معلقتين كبار من طحين اللوز طبعا تقدروا تستخدموا نصف طحين اللوز ونصف من الطحين الجوز الهند هلا حنزل معلقة ونصف من البيكن باودر وبخلط هاي المكونات كلها مع بعض لتخطلط كامل صار عندي هيك الخليط جاهز طبعا بكون محمية الفرن ع 350 ومجهزة صانية لحتى اضيفهم عليها هلا فردت خليط الكيك بالصانية ورح ارشه بلوز المطحون ورح يبقى بالفرن تقريبا 20 دقيقة لنصف ساعة هلا بعد ما طلع عندي من الفرن صار عندي بهالقوام رح اعمله صوص اقدمو معه عندي معلقتين من الكريم تشيز اللي الجبن اللي استخدمناها بالكيك تكون بحرارة الغرفة اضفت عليها معلقة من السكر وحطتهم شوي بالميكرويف رح اضيف عليهم عصرة ليمون كتير طلع طيب معه نكهة الليمون فخلطت هاي المقادير كلها كاملة مع بعض لا اعطاني هادو الصوص اللذيذ طبعا قدمتها مع الصوص ما تتخيلوا قدش طعمه طيب مستحيل تتخيلوا انه بدون طحين وكمان خالي الكربوهايدرات لا القطعة الوحدة منه رح تعطينا 187 سعر حراري فيها واحد ونص فقط جرام من الكربوهايدرات الكربوهايدرات اثنين جرام من الفايبر وخمسة ونص جرام من البروتين لهم بتكون وصفة خلصة معكم اليوم يعطيكم الف حافية وانتظروني بوصفات جديدة ترجمة نانسي قنقر